اشتركوا في القناة اهدافنا في درس اليوم ان نوضح استخدامات الطاقة الكهربائية وتحولاتها ثم نستكشف طرق نقل الطاقة الكهربائية ومن بعدها التعرف على خصائص الموصلات الفائقة ثم نطبق قوانين حسابات القدرة والطاقة في المسائل الحسابية بداية تعلم عزيز الطالب ان العديد من الاجهزة الكهربائية في المنزل بتعمل على تحويل الطاقة الكهربائية لاشكال اخرى مثل المصباح يحول الطاقة الكهربائية لضوء او المروحة تحول الطاقة الكهربائية الى حركة او السبيكر السماعات تحول الطاقة الكهربائية الى صوت المدفأ الى حرارة وبالتالي نلاقذ تحولات الطاقة في الدوارة الكهربائية ان المحرك يحول هذه الطاقة من كهربائية الى طاقة ميكانيكية حركة ووضع وحرارة نتيجة دوران المحرك المصابيح تحول الطاقة الكهربائية الى ضوء زائد حرارة وهذه الاشكال المتعددة اللي نشوفها في حياتنا اليومية لتحولات الطاقة في منازلنا عند مرور تيار كهربائي في اي مقاوم عزيز الطالب يزخن هذا المقاوم وهذا ما تراه في المدفأة المدفأة مجرد ان يمر التيار مباشرة يزخن سلك التنجستون اللي مصنوعة منه المدفأة ويتوهج وترتفع حرارته ما هو تعليل سخونة المقاوم عند مرور التيار التعليل واضح امامك في هذا الشكل التمثيلي ان مرور التيار في المقاوم يؤدي الى سخونة الموصل السبب في ذلك تصادم الالكترونات مع ذرات المقاوم هذا سلك من النحاس اذا في ذرات نحاس اذا الالكترونات اثناء حركاتها بتصدم مع الذرات هذه التصادمات تسبب ماذا تسبب زيادة الطاقة الحركية لذرات المادة طب لما تزيد الطاقة الحركية احنا عارفين ارتباط الطاقة الحركية مع التمبراتشر او مع درجة الحرارة ولذلك زيادة الطاقة الحركية تؤدي الى رفع درجة الحرارة فخلي هذا التعليل في ذهنك عزيز الطالب وفي بيوتنا لاحظ انه تم تصميم المدفع الحرارية وصفاح التسخين وعنصر التسخين اللي في مجافف الشعر السشوار لتحول جميعها الطاقة الكهربائية الى حرارة هذه التطبيقات تعمل على مقاومات عندما تتصل في الدوائر الكهربائية لما نشوف الان علاقات القدرة والطاقة لاحظ عزيز الطالب درسنا سابقا بان حركة الشحنات خلال مقاوم يتعرض لفرق جهد فيه ستتغير طاقتها بمقدار كيو في فيه هذا درسنا في الوحدة الاولى عزيز الطالب وبالتالي نتذكر التيار بان التيار هو معدل تدفق الشحنات خلال وحدة الزمن يعني الاي قيمتها كيو على تي ولذلك لما نسو ارتباط ما بين هذه العلاقات اللي امامكم اعزائي الطالب ونشوف احنا ان القدرة الكهربائية تساوي دايما الطاقة على الزمن لان القدرة هي معدل تحول الطاقة بدل الطاقة اي خلينا قيمة الطاقة كيو في فيه لاحظ انا قاعد اقسم على تايم بس لكيو على تي هذه عزيز الطالب واش سمينا لكيو على تي هي تمثلنا التيار اي فاصبح عندي القدرة كقانون امامك ان هذه القدرة تساوي دايما الاي في الجهد في واذا استخدمنا قانون اوم اللي ينص ان الفي تساوي الاي في ار يمكن تعديل المعادلات الخاصة بالقدرة على صور اخرى يعني بدل الفي حط بدل الفي اي ار هذه الفي قيماتها اي في ار طيب اي في اي ار بيعطيك اي تربيع ار او بدل الاي سجل في على ار بتصير لك في في يعني في تربيع على ار هذه صورة اخرى لحساب القدرة وجميع هذه القوانين عزيز الطالب مشتق من ان الفي تساوي الاي في في لاحظ صور مختلفة لنفس القانون حسب معطيات السؤال يعني انا اذا بحسب قدرة وما عندي جهد بستخدم هذه الصورة الثانية طيب احسب القدرة بس ما عندي تيار بستخدم الصورة هذه بحسب القدرة وما عندي مقاومة بحسب استخدم هذه الصورة اللي امامي فحسب معطيات السؤال ورح نشوف انا وانتو بعد شوي تطبيقات على هذا القانون هذه القدرة كتعريف هي المعدل الزمني لتحول الطاقة ومعادلات حساب القدرة وهذا وارد في كتابكم عزيز الطالب ان البي تساوي الاي في فيها هي الصورة ومنها نستنتج لاحظ عزيز الطالب بانه القدرة والطاقة يتناسبون بعلاقة ثلاثية معروفة لنا ان ال اي تساوي بي في تي لذلك ال اي تساوي القدرة في الزمن هذه القدرة اي في بي اذا اضربها في الزمن صارت هي الطاقة الصورة الاخرى للقدرة اي تربيع في ار اضربها في الزمن بتعطيني طاقة الصورة الثالثة للقدرة في تربيع على ار اضربها في الزمن بتعطيني طاقة فكما عندك ثلاث صور لحساب القدرة لدينا ثلاث صور لحساب الطاقة حسب معطيات السؤال الموصلات الفائقة او السوبر كوندكترز هذه الموصلات الفائقة هي حالة خاصة من الموصلات الكهربائية تتميز بان مقاوماتها صفر يعني ما في اي ممانعة لمرور الثيار ولا يوجد فيها فرق في الجهد وهي حالات محددة بنحتاج نستخدمها فيها السوبر كوندكترز هذه يمكنها توصيل الكهرباء بدون اي ضياع للطاقة لانه ما في مقاومة ولكي تصبح او نحصل احنا على هذه الموصلات الفائقة بنحتاج الى تبريدها الى درجات حرارة منخفضة لا يكون عبالك سالب اربعة وسالب خمسة لا يجب الوصول الى درجات تعادل مئة كيلفن واذا حولت الكلفن الى سليزي تجد هذا الرقم يقارب مئة وسبعين سليزي تحت الصفر سالب مئة وسبعين او سالب مئة وثلاثة وسبعين تحت الصفر وهذه درجات حرارة منخفضة جدا ما نقدر نحصل عليها بسهولة ولا انا في البيت الثلاج والفريزر عندك حادة سالب اربعة سالب خمسة بالماكسوم ولهذا تعتبر مكلفة جدا هذه الموصلات الفائقة مكلفة بسبب طريقة الحصول عليها ولهذا السبب ما بقدر اي استخدم في بيتي وحط اوالله موصلات فائقة عشان اوفر في بيل الكهرباء لان انا بادفع على صناعاتها قد بيل الكهرباء الف مرة ولذلك تستخدم في حالات خاصة من مجالات استعمالها في المستشفيات هذا الجهاز اللي نسوه فيه صور الرنين المغناطيسي الام ار اي سموناها بالرمز اختصارها او في اجهزة السينكروترون او المسارع الذري مسارع الجسيمات الذرية فهذه استخدامات خاصة للموصلات الفائقة في حياتنا نشوف سؤال تدريبي عزيز الطالب على ما تعلمناه في قوانين القدرة والطاقة كتب لي سؤالي عن تيار مقداره 15 امبير هذا تيار معنى تيار اي في مدفأة وتتصل هذه المدفأة مع فرق جهد 120 فولت وتم تشغيل المدفأة عزيز الطالب بمعدل 5 ساعات يوميا يعني اذا يوميا 10 ساعات ثلاث ايام 15 ساعة وهكذا طالب بني اولا حساب القدرة المستهلكة في المدفأ بنكتب قانون القدرة معانا اي معانا في بناخذ هاي الصورة اي في في ضربنا الاي في في عطانا 1800 وات وحدة قياس القدرة اللي تعلمناها سابقا المطلوب الثاني بالطاقة المستهلكة في هاي المدفأة خلال 30 يوم ولكن ما نبي الطاقة بوحدة الجول مطلوبة عندي الطاقة بوحدة نسميها كيلو وات اور طيب هذه الطاقة عزيز الطالب قلنا هي البي في تي يعني اي في في تي هذه الاي 15 والجهد اللي معانا 120 الان الزمن احنا تشتغل المدفأ خمس ساعات في اليوم الواحد معناته ب 30 يوم 30 في خمسة والساعة الوحدة فيها 60 منت والمنت الوحدة فيها 60 سكند لانه عزيز الطالب الطاقة اذا تعاملنا فيها الزمن بوحدة سكند سيكون الناتج لنا بوحدة جول بس المطلوب كيلو وات اور ولذلك كاجراء سهل اذا انا بحول من الوات الى كيلو وات الاجراء اللي بسويه اني بقسم على الف فحساب القدرة اي في في قسمتها على الف ليش؟ علشان تصبح هذه الوحدة كيلو وات بدل من الوات وعقب ابي الزمن بس الزمن هنا لاحظ اور فضربت خمس ساعات ب30 يوم بس ما ضربت ب60 ب60 لعشان وصلت سكند ابيها تبتم بالساعة فهنا التايم اللي حصلت عليه بوحدة اور اذا لاحظوا الوحدة الناتجة هي كيلو وات اور لما نضربهم يكون الناتج اللي معانا 270 كيلو وات اور هذا قيمة الطاقة وهي الوحدة المعتمدة على فكرة في بيلاد الكهرباء او فواتير الكهرباء لاستخدامات الطاقة التجارية في مسألتنا التالية معطيك شكل يمثل دائرة كهربائية اولا طالب مني اتجاه التيار الاصطلاحي في هذه الدائرة لاحظ عزيز الطالب ان التيار سيكون من الموجب الى السالب عبر الدائرة اما اذا بتحج عن البطارية من السالب يتابع الى الموجب ليكمل دورة كاملة هذا الشكل اللي امامك بالرسم يوضح اتجاه التيار اي ما رقم الاداة التي تحول الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية انا قلت هذا الرمز بيعطينا رمز للمولد او المحرك وبالتالي رمز هذه الاداة رقم اربعة هذا المحرك هو اللي بيعطينا تحويل الكهرباء الى طاقة ميكانيكية طيب الجهاز اللي بيحول الطاقة الكيميائية الى كهربائية تذكروا هذا الجهاز اي جهاز نعم صحيح هو البطارية والبطارية هنا بتأخذ الرمز واحد اداة بتعمل على فتح واغلاق الدائرة switch يعني on off فتح واغلاق الدائرة يكون من هذا الجزء او هذه الاداة وبالتالي اجابتنا الاداة رقم اثنين في هذا السؤال سؤالنا التالي مطلوب وصف تحولات الطاقة المصباح الكهرباء المتوهج تذكر عزيزي الطالب المصباح ياخذ كهرباء طيب وش يعطيني المصباح وش ينتج يعطيني ضوء صحيح وايضا يعطينا حرارة وبالتالي هنا المصباح من كهرباء الى حرارة وضوء مجفف الملابس المجفف يحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حرارية وطاقة حركية وممكن ايضا اضافة الطاقة الصوتية انا الادراير اذا شغلتها شوف صوت شلون فبحسب نوع الجهاز مذياء رقمي وهذا المذياء الرقمي مزود بساعة ساعة عرض يحول الطاقة الكهربائية الى صوت وضوء فنشوف احنا الضوء المرئي من خلال هذا الجهاز في هذا السؤال الحسابي مجففة ملابس قدرتها اربع الاف ومائتين واط هذه القدرة بي تتصل هذه المجففة بدائرة كهربائية جهدها مائتين وعشرين فولت لاحظ استنتجت انا معطيات السؤال معانا قدرة معانا جهد نجد المطلوب الاول يبني التيار المارف المجفف اي تتذكر عزيزي علاقة انه بي تساوي الاي في في هاي درسناها طيب البي معانا والفي معانا اذا الاي تساوي بي على الفي اربع الاف ومائتين على مائتين وعشرين ينتج التيار بقيمة تسعة عشر امبير المطلوب الثاني يبني مقاومة المجففة هذا الجهاز اللي معانا نبني المقاومة ار طيب تتذكروا قانون اوم اوم يربط علاقة الاي وفي وار الاي معانا والفي معانا اذا من السهولة نحسب ار باعتمادنا على قانون اوم في تساوي الاي في ار ومن ثم نجد ان ار هي في على اي الفي مائتين وعشرين والاي تونى حاسبينها تسعة عشر تكون المقاومة اهدعش بوينت ستة اوم السؤال التالي عن مقاوم مقدار المقاوم اللي معانا تسعة ثلاثين اوم هذه قيمة ار يتصل مع بطارية البطارية جهدها خمسة واربعين فولت اولا هذا المقاوم التسعة وثلاثين اوم طالب مني التيار المار في الدائرة او بمعنى اخر قيمة قراءة مالة الاميتر مبعين دي اميتر هدي يقرأ لنا التيار اي فنجد من قانون اوم ان الفي تساوي الاي في ار يعني اي هي في على الار وينتج لنا التيار وان بوينت وان فايب امبير المطلوب الثاني الطاقة المستهلكة في مدة تشغيل خمس دقائق فايب مينت لاحظ ان الزمن بوحدة مينت والطاقة تعترف بوحدة السكند للزمن لذلك عشان احول الى سكند بنضرب المينت الوحدة بستين سكند ولذلك نعتمد قانون انه الاي تساوي البي في تي البي اي في مضربة في تي هذا الاي هذا الفي هنا التايم خمسة في ستين يكون لنا التالي الانيرجي خمستعش الف خمسمية وخمسة وعشرين جول كاجابة للسؤال المطلوب في سؤالنا التالي مصباح معطيك قدرة المصباح انا مئة وات هذه الباور كفاءة المصباح اثنين وعشرين بالامية يعني المصباح ذي يعطيك ضوء بقيمة اثنين وعشرين بالامية من الطاقة اللي خذاها ما يعطي كل الطاقة يحولها لضوء زي ما بقيت الطاقة راحت صحيح تحولت حرارة هذا المصباح طالب مني سؤالي اوجد شم الطاقة الحرارية الناتجة طيب اذا هو يعطيني اثنين وعشرين بالامية ضوء اثن الطاقة الحرارية اللي بتكون ناتجة عن هذا المصباح ستكون قيمة نسبتها ثمانية وسبعين بالمئة من الطاقة الكلية هذه نسبة الطاقة الحرارية واضح لانه الضوءية اثنين وعشرين ولذلك لما بنحل سؤالنا في حساب الطاقة الحرارية الناتجة ندري الطاقة هي بي في تي بس البي ليست كاملة اوكي هذه البي اللي معانا رح نضربها في نسبة الحرارة ثمانية وسبعين بالمئة ثم الزمن عندي دقيقة ولكن الدقيقة تحول الى سكن فتصبح قيمة الطاقة اربعالاف ستمية ثمانين جول المطلوب الثاني ما الطاقة التي تتحول الى ضوء في كل دقيقة النسبة الضوء معروفة لي اثنين وعشرين بالمئة هذه نسبة الطاقة الضوئية ولذلك لما بنعوض هذه الانيرجي البي في تي الباور عندي مئة نسبة الضوء كام اثنين وعشرين بالمئة والزمن واحد في ستين فاعطونا الف وثلاثمية وعشرين اوكي عزيز طالب الى هنا ننتهي في درسنا اليوم اتمنى الفائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة